نعم صباح الخير لكم بدأ منذ صبيحة هذا اليوم حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية تقربا فيه إلى الله عز وجل منذ ساعات الصباح والحجاج من كل دول العالم يتوافدون إلى مشعر ميناء لأداء بدء هذه المناسك وسيغادرون في التاسع منذ الحجة يوم غد وسيقفون على صعيد عرفة جميع الحجاج الذين خرجوا اليوم سيكتمل وصول باقي الحجاج إلى صعيد عرفة مساء هذا اليوم الخميس ليقضوا يوم الجمعة الذي يصادف في يوم عرفة هناك الأوضاع الخاصة بالحجاج جميعهم بخير وبصحة وبعافية السلطات السعودية أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة الحجاج حيث أقامت لهم خيام مكيفة ومجهزة على أحد اختراز في مشعر ميناء وكذلك في صعيد عرفة وانتشرت القوات الأمنية السعودية في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية لتسهيل وصول الحافلات التي تقل حجاج العالم إلى مشعر ميناء وكذلك إلى صعيد عرفة والأمور تسير كما تم التخطيط لها من قبل السلطات السعودية والتي خصصت مليون حاج فقط هذا العام لأداء مناسك الحاج من بينهم عدد من حجاج الداخل من داخل المملكة العربية السعودية أيضا هذا العام يأتي بعد انقطاع لمدة عامين لحجاج دول العالم وتم تحديد أعمارهم تقل عن الخمسة وستين عام وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات السعودية التي تهدف إلى ضبط عملية الحجر هذا العام الأمور تسير على قدم وساق الحجاج ما زالوا يتوافدون إلى هذه اللحظة إلى مشعر ميناء للمبيت هناك ومن ثم التوجه إلى صعيد عرفة ساعات قليلة تفصل فقط حجاج العالم عن بدء هذه المناسك وأداء خطبة الجمعة في صعيد عرفة أشكرك من مكة المكرمة محمد الدعور مراسل الغد